اختتمت بمقار جامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والمقارر انعقاده يوم السبت المقبل وذلك برئاسة رئيس البرلمان العربية عادل بن عبد الرحمن العسومي وحضور ممثل رؤساء المجالس والبرلمانات بالدول العربية واتفق المشاركون على الصيغة النهائية لمشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربية تمهيدا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية ثم رفعها إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها وتأتي الوثيقة تحت عنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن وتتناول أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشرق شكرا للمشاهدة